طبعا في العهد الجديد الله بطالبنا تجاه الحكومة بعدة أمور حتى كتبت بعض الآيات اللي ممكن أقتبسها عدة أمور الله أولا يطالبنا بالخضوع للسلطات يعني وصف زي طاعة الجند المطلقة للرئيس أو للكابتن للضابط العسكري هكذا يصف خضوع المسيحي للسلطة مشان هيك أحبائي بقول في روميا 13 لتخضع كل نفس للسلطين الفائقة يعني السلطين الحاكمة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلطين الكائنة أو السلطين يعني المقصود القائمة بالمضارع هي مرتبة من الله حتى من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون لاحظ بيتكلم حتى للمسيحيين والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة حلو تقرأ روميا إصحاح 13 من آية 1 لآية 7 بقول لأنه خادم الله للصلاح ولكن إن فعلت الشر فخاف لأنه لا يحمل السيف عبثا لأنه هو خادم لله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر مكتوب في آية 6 بنفس الإصحاح فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه فأعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية والخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام فإذن شيء واضح بعلمنا الخضوع للسلطات موسيقى موسيقى